اشتركوا في القناة تتمكين باطلاق حزمة من البرامج الجديدة هي الاكبر منذ تأسيس تمكين تستهدف دعم خمسين الف بحريني في السنة البرامج ترتكز على ثلاث مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكون الخيار الاول والامثل في سوق العمل والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق اهداف تمكين وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي واكد اسمو شيخ عيسى بن سلمان بن حمد بهذه المناسبة اهمية مواصلة الاستثمار في الكوادر الوطنية لرفض كافة القطاعات التنموية بالكفاءات والمهارات والقدرات العالية مشيرا الى ان القطاع الخاص شريك اساسي ومحرك رئيس لنمو الاقتصاد الوطني وتوجه له كافة اوجه الدعم بما يسهم في فتح افاق جديد تعود بالخير على الوطن وابنائه جاء ذلك لدى ترأس سموه اليوم اجتماع مجلس ادارة صندوق العمل تمكين حيث اعرب سموه بداية عن اعتزازه وتقديره للثقة السامية بتعيينه رئيسا لمجلس ادارة الصندوق رافعا اسمايات شكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ايده الله ورعاه والى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله كما هنأ سموه اعضاء مجلس الادارة الجدد بمناسبة تعيينهم وانوها سموه بدور مجلس الادارة السابق برئاسة معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة فيما حققته تمكين من نجاحات على مختلف المستويات مؤكدا الحرص على مواصلة البناء على هذه النجاحات والمضي قدما من خلال الاستمرار في تعزيز حوكمة صندوق العمل واعادة توجيه مساراته ليعود بالنفع على اكبر عدد من المستفيدين من برامج ومبادرات من الصندوق لتحقيق المزيد من المنجزات والتطلعات المنشودة وقال سموه شيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة ان المواطنة هو اساس التطوير ومحور التنمية وبجهوده تواصل مملكة البحرين تحقيق اهدافها التنموية وتعزيز مكانتها التنافسية لا في تنسموه الى ان مملكة البحرين تفخر بقصص النجاح التي حققها ابناؤها من رواد الاعمال وتحرص على مواصلة خلق الفرص النوعية امامهم مع استمرار تزويد الكوادر الوطنية بالمهارات المتقدمة وتطوير قدراتها من خلال التدريب والتأهيل المستمر كما تم خلال الاجتماع لاطلاع على عرض تعرفي شامل حول استراتيجية تمكين واهدافها وابرز المنجزات التي تحققت خلال الخطط الاستراتيجية السابقة اضافة الى استعراض الاولويات الحالية والخطط التطويرية المطروحة للبرامج والخدمات وقد استعرضت السيدة مهى عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل تمكين ابرز جهود الصندوق لمواصلة تحقيق اهدافه خلال عام 2023 حيث تمكن من دعم اكثر من عشرة الاف فرصة وظيفية في القطاع الخاص واكثر من تسعة الاف فرصة تدريبية للبحرينيين من خلال مختلف مبادرات التدريب والتوظيف الى جانب دعم اكثر من اربعة الاف مؤسسة في القطاع الخاص كما تم التطرق الى المساهمة الاقتصادية لصندوق العمل تمكين منذ التأسيس وتطلعات المرحلة المقبلة والتي تشمل اطلاق البرامج الجديدة والمساهمة في رفع اجور البحرينيين والعمل على اكسابهم المهارات المطلوبة في سوق العمل اشتركوا في القناة